السلام عليكم مساء الوردة أحبة أحلى مساء من أخوكم نعيم الجاو بدأ يزبط يا جماعة ودخلين على الربيع وعايز أقول لكم كيف نرعي أشجار المانجو المانجا تمام المانجا من وهي صغيرة من ساعة ما نزرحها سواء جايبين شتلة مطعمة وعارفين النوع والصنف وهتبدأ تكبر عينها في البيت أو زرعينها من البزور وهدول أفضل طريقتين للإكثار بالمرة يعني عشان نبقى من البداية تكلمنا ممكن ترجيد ممكن تعقيل لكن أفضل طريقتين لزراعة المانجو يا إما بزور وبتنجح وبتكبر وبتسمر ما تجلجوش وهدول مزرعين من البزور والسنة اللي فاتت ظهروا معايا وجيراني نفس النظام وبدأوا الشجر يكبر ويبقى مسمر يا إما من التطعيم بتكون مطعمة وعارفين من المشتل إن إحنا واخدينها الصنف والنوع اللي إحنا عايزينه طبعا في ظهر الحديقة يا جماعة أنتوا عارفين شفنا في الفيديو لما خلطت كل الأسمة ده وكانت الشجرة بتنوت هذا مثلا الكبير أهو زي ما إحنا شايفين وطبعا دخلين على الربيع وبدأ إن شاء الله هيطلع السنة اللي فاتت هادي عمرها السنة الرابعة دلوقت يا جماعة شجرتين هادي شجرة وهادي التانية وهادي بس خشب أن يسندهم بها لغاية ما يكبروا هدول مزرعين من البزور ودلوقتي هادي السنة الرابعة السنة اللي فاتت كانت السنة التالتة المانجو بيبدأ يسمر ويزهر من عمر ثلاث لأربع سنوات السنة اللي فاتت كانت التالتة طلعوا عن جيد الأزهار لكن مع قدوش فعادي الكوميترة عندي نفس النظام طلعت واحدة فقط من الثمار بعد التزهير هادي أول تجربة بتكون السنة اللي بعدين إن شاء الله أراعيها بجع عشان تطلعين للظهور وتبدأ تكبر معنا الشجر سهل جدا إصابته جماعة وبالذات بالتبقع البني أو الإصابات الفطرية شلت كتير منه لما بنشوف فيه إصابات زي كده على طول في أي وقت مبيض فطري والرش ونشيل كل هذا هذا كله برضو لازم البقايا يعني هذا من موسم اللي فات لكن إصابات خلاص راحت وهو بدأ دلوقت السنة هادي عايز رعيها عشان يبدأ يبرعم ويزاهر معنا ويطلع العناجين هدول شجرتين لما بيصاب بأمراض فطرية بنشيل كل المصاب والأوراج وما نسيبهاش في الأرض لازم نعملها كوم ونحرقها إزالة ولو لجينا الإصابة لسه بنرشها كمان رشة مبيض فطري هذا بالنسبة لو أصيبت لإن سهل طبعا الزتونة كانت جافلة عندي بيحبوا الشمس جدا عشان كده أزلت الزتونة جلمت حتة كبيرة عشان الشمس تبدأ تدخل لهم وهو ما شاء الله بدأوا يكبروا شايفين يا جماعة وهيبرعموا السنة هدول معانا ما شاء الله ممتازين جدا وبدأوا يكبروا هدول مزرعين من البزور لو نلاحظ زرعهم من البزور أهو هذا الموسم اللي فات كل الأوراج هاتي هتتشال والبراعم الجديدة هي اللي هتبدأت طلع معانا وهادي برضو نفس النظام مزرعهم البزور ويتنقلوا للأرض طيب نيجي أول حاجة الري لما تكون عندنا النبتة زرعينها صغيرة وهي بتكبر أو لسه شتلة وجايبينها وهتكبر في موسم النمو أول أسبوعين ادوها ميا يومي ميا يومي لازم التربة تفضل راطبة باستمرار لمدة أسبوعين ثلاثة بعد كده هيبقى الري تدريجي يخف مرة في الأسبوع مرة في الأسبوع وبعد كده بدأت تكبر خلاص هي مرة في الأسبوع الجو جفاف وما فيش نسجيها بعمق ونسيب بعد كده بغزارة ونسيبها لغاية مثلا أسبوع الميا تجي في خالص التربة نديها ميا كانة هذا الري كبرت ما نسجيهاش خالص إلا في أوقات الجفاف القاحل الشجرة هادي جزورها وتدية وبتنزل لتحت لغاية حوالي خمسة متر في التربة فتحب التربة العميقة يعني من تحت تكون سهلة التنفيذ وخصبة وتقدر جزورها تسرح فيها نكون عارفين إن التربة من تحت عميقة وفي مساحة إلها لتحت وإحنا الحمد لله عندنا تربة رملية لكن عميقة ومن تحت الميا جريبة عنا عشان سكنين على البحر فتستحمل الجفاف أفضل مكان لزراعة أشجار المنجو الشمس الساطعة كل ما لجيته بمكان رقعة مشمسة جدا نحطها فيها يعني أفضل شيء إلها الشمس عشان تكبر وأوراجها تحلو الري والإكثار من البزور أو من التطعيم أفضل طريقة التسميد يكون في وقت النمو يعني بعد جني السمار وعد علينا الخريف ندي دفعة في سمد عضوي غالبا أفضل شيء وممكن حديد لأن برضو الحديد بيأثر فيها والبوتاسيوم فنديها دفعة في الشتاء ودفعتين في الربيع لغاية دخلة الصيف عشان التزهير وعقد السمار بس يعني بلاش الصيف وبلاش الخريف دفعة في الشتاء ودفعتين شهري شهري في الربيع أفضل شيء لتسميدها حواليها زي ما احنا متعودين هنخربش نحرس وبعيد عن العرضية هنمسمد هادي ولسه هسمدها كمان مرة في الربيع حوالي عن الشهر الجاي بعيد عن الصاق السماد العضوي نحرس الطربة ونخلط ونضيف ونسج بغزارة المكان مشمس الري زي ما قلنا وهي صغيرة ندي بغزارة والطربة تكون راطبة باستمرار نبدأ نخف تدريجيا ولو كبرت ساعات ما بتحتاجش راي إلا في مواسم الجفاف المكان المناسب اكثارها زي ما قلنا تسميدها زي ما قلنا هادي أغلب الحاجات اللي ممكن نقولها عن المانجو بتزدهر جدا وتبدأ تزاهر في الربيع وتعقد الثمار في الصيف ونحصدها في الصيف ونكل منها إن شاء الله بتزرع في الربيع والخريف لكن أنا ما برجحش زراعة الخريف لأنها بتدخل على سكون ودايما في الشتاء بتتحول للشكل هذا أغلب أشجار المانجو بتبدأ تصدي الأوراج وتتبقع وتبقى في حالة سكون يبقى الأفضل لا في نهاية الشتاء ودخلة الربيع نزرع سواء بزور أو أشجار مطعمة من المشتل ونجيبها عندنا في البيت أو نعمل ترجيل أو أي حاجة الشجرة هادي بتطول من 15 إلى 20 متر فعايزة مساحة وعايزة مكان كبير يبقى رايها تسميدها التربة المناسبة كل أنواع التربة كويسة إلها الرملة طين أي حاجة المهم عميقة خاصة بالسماد والجزور هتقدر تسرح فيها لمدة يعني حوالي 5 متر الري التسميد الاكثار التربة المناسبة المكان المناسب شمس 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 هدي أكتر حاجات أنا بقول لكم عشان يومين هدول هنبدأ اللي عايز يزرع بزور أو يبدأ يجهز هدي السنة الرابعة إلها وإن شاء الله عايزينها السنة هدي تبدأ تزبط معنا وتطلع معنا عن جيد الأزهار ثم الثمار هدي كل حاجة ممكن نقولها عن أشجار المانجو أنصحكم بيها طبعا حسب النوع اللي يعجبكم وكده كل حاجة إن شاء الله إلي قناة تانية يا جماعة أتمنى تدعموني باسم نعيم حجاب أي فيديو هتلاقوه ما بيتكلمش عن الزراعة وبتكلم عن الصحة أو الأسرة أو الحياة أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة كنوع من الدعم لأخوكو نعيم سبسكرايب في القناة التانية إن شاء الله برضو نعيم حجاب لايف على الأجل حتى لو ما بتشاهدوهاش بس إدعموا أخوكو رجاءا أحلى مساء عليكم نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية والسلام عليكم